احنا مرينا بتجربة وكانت أليمة وكانت مريرة لما بنتعرض لتعرضنا لمثل هذه الأمور كان العالم كله ليس له وإعلامه المأجور بالطبع ليس له كلام وليس له اهتمام إلا ما يجري في مصر وحق المتظاهرين المصريين في التعبير عن رأيهم يا سيدة بيقرب يا عم ده فيه واحد من المتظاهرين أو مجموعة من المتظاهرين حرقوا المجمع العلمي المجمع العلمي زاكرة مصر المجمع العلمي فيه شرف مصر العلمي يتم حرقه وعلى الهواء مباشرة وبيحتفي بيهم بعض وسائل الإعلام وبعض المحطات وبعض المزعين وجابوهم ضيوف عندهم وبعض الجماعات بتاعت الضغط اللي بتمثل حقوق الإنسان أو خلافه كله بيدفع عن هؤلاء المرتزقة لما اتقبض عليهم ودخلوا السجن ولك الحرية لفلان يا عم ده حرق على الهواء مباشرة المجمع العلمي ده كان في الصورة وبيحل عربات شرطة ده كان في الصورة وبينط من فوق الصورة عايز يولع مجلس الشورة ده كان موجود وبيق مش ده على الهواء مباشرة يعني ناس متهمين ضبطوا متلبسين بتهمة ارتكاب عمليات تخريب في مؤسسات الدولة الحيوية ولم يجي تحكم عليهم يقولك الحرية لفلان ده كان بيعبر عن رأيه نعم تعبر عن رأيه ده تعبير عن رأيه في فرنسا سابوا الناس تعبر عن رأيها بهذا الشكل لا استخدام القبضة الحديدية هغير كل خططي من أجل الحفاظ على الدولة الفرنسية سابوا الناس تعبر عن رأيها